المطرب الشعبي عمر كمال طلع من فترة آآ قريبة وكان بيتكلم لما الناس عادت تنتقدوا في الجزئية الخاصة بالعربيات الفريهة معاه هو وشاخوش وحمو بيكا وقال انا بدأت عامل في بنزينة وكنت شغال بعد كده في احدى كرة الساحل الشمالي بروح اجيب سجاير واجيب حاجات للناس عشان ااخد عشرة وعشرين جنيه تعبت جدا للناس مستقتر علي اللي انا وصلت له بالتعب والناس اختلفتها بين المؤيد والمعارض وتعطفت معاه وشوفنا المواقف دي حصلت من خلال اسبوعين ثلاثة هب اسفجأة امبارح واول عمر كمال تاني عنده حكاية اكثر سخونة اعترافات وتصريح اكثر آآ غرابة في هذا الوقت آآ خسان هابتانال برضو من احد المشاهير على الجانب الاخر وده كان في برنامج خلاصة الكلام مع اميرة بدر يا جماعة ماذا قال عمر كمال الاميرة بدر من تصرحات صادمة تتعلق بالشرف والاخلاق والحلال والحرام هو ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده المهاردة بس بعد ما نلايك ونشير ونسبسكرايب كده للقناة ونفعل زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل الجديد لان واضح ان بعد ما اخلصنا من كريم فاهمي هدي عمر كمال ما عرفش بقى الفنانين او المتروين عاوزين ايه من النواية دي من اللقاءات هلا عاوزين عشان احنا هنطلع ان نتكلم عليهم عاوزين الموضوع يطلع ترند حتى لو قال عساب الدين والاخلاق والصح والغلط والكلام ليه بتنبش في حياتك الخاصة قدام الناس ده اللي احنا هنعرفه عمر كمال قال ايه بقى برنامج خلاصة الكلام مع اميرة بدر طبعا اه كل الناس راحت بعد الكلام اللي قاله لندى الكامل طليت احمد الفشاوي وهو خلي بالكوا برضو من مصادرنا وبتواصل مباشر معايا قال انا مكنتش اقصد ندى اه جماعة الكامل انا بتكلم على واحدة تاني رغم ان كل الكلام او التلمحات او الامور اللي حصلت او من سنة ونص كان في ارتباط لمدة عام واكتر من اربع شهور بينهم لو تفتكروا السور بعد انفصالها عن احمد الفشاوي المهم ربنا اللي يعلم حقائق الامور انا مش تلعين انه من حد اللي كان بنفنت كالعادة الكلام اللي قاله عمر. عمر قال ان انا عصيت ربنا في العلاقة معاها معاها دي بقى الناس كلها قالوا ندى الكامل. بس هو بعد كده قال لا انا مقصدش ندى الكامل. وكنت معاها علشان لو عندي عربية بتصعب علي ما بقى لك ان انا بقى عندي بني ادم لحم ودم وان انا كان بيتخد مني فلوس ومش حاسس وان انا كنت باخد ادوية فيها هلوسة وما كنتش ابقى عرف ان انا بعمل ايه? يعني هو قال ان هي كانت فترة مغيف فيها عن العالم مسلم نفسه تماما لهذه الانسانة تاخد منه فلوس ومصالح وحواراته ايا كان الموضوع وكمان كان بياخد ادوية فيها هلوسة مخليها انسان مش طبيعي. اه وان هو طبعا دخل في علاقة لمدة سنة ونص ودوالكو بقى هنا الرابط اللي الناس على اساسه قالت ان هي ندى الكامل لان كان في سيوره متصور معها في بيتها وكان في سيور بالصور في بعض المنسبات وبعض الناس شافتهم كتير جدا حتى على الملأ المضوع ما كانش سر وقتها يعني في فترة السنة ونص وده الربط اللي الناس قالت ان هو بيحكي عن ندى الكامل طليت احمد الفشاوي وليس على واحدة تانية زي ما هو قال ان مش هي ندى الكامل طيب كمان كان بيقول ان العلاقة بينهم اه دي اتظهرت انتو عارفين بعد ما هي اتجوزت اه وبدأت تعمل نفس الحركات الخاصة اه باحمد الفشاوي بعد انفصلها يا انا عن موضوع عمر اه كمال والنهاية اه بتنزل بقى صور والبوم عشان تبقى برضو ايه اه بتعلن اه ان هي كده خلاص مش معمر مع الراجل التاني ولسه من كام يوم تاني شوفنا ان هي انا تنفصلها عن جوزها ده اه اه بعد سنة جواز واضح اني ندى الكامل برضو زي ما انتم عارفين هي دائما وابدا شخصية مصيرة يا جدب بتعمل ان هي تبوز بقى اللي هي بتبقى مطبطة بيه في المناسبات العامة في الحفلات في الافنتات مواقف التصرفات بشكل معين بحيس ان هي تبقى بتلفط الانظار ليها اه هو قال ان انا مكنتش متزن نفسيا لاميرة بدر وعمر كمان بقول لها انا مكنش متزن نفسيا في الفترة دي وكنت بنام بمهدئات قد بالك بقى ده الجزء الاخر للشهرة او الجانب السلبي للحد اللي ممكن لما تيجي بقى معاك فلوس كتير وتجيب فلوس كتير وملايين كتير ومشاهدات كتير ونجومية ده الجانب الاخر بقى الا من رحم ربي لجانب سلبي لما تختر الامور ممكن لو انت مش متزن وملتزن ومهني وراجل محترف في مهنتك ما بتروحش كده ولا كده تبقى دي كمة الخطورة عليك في حياتك. قال لي ان انا مكنش متزن نفسيا وكنت بنام بالمهدئات بس. واني ده كان مؤثر عليها جدا بسبب الادوية اللي كنت باخدها. تاخد مني فلوس كتير جدا ما اعرفهاش. عارف لما حد يقول كده زي ما بكل بكم تشوف كده افلام المافيا ان حد بيغيبوك شكل او باخر. فبدال بقى مصلحه عليه ياخد منه فلوس. لذلك ان هو بيقول لك عمل حدسة مرة ومش دارب نفسه تصل بمدير اعماله جي تاني خده من عالدائري واللي معافش خده منين تاني يقول له انا كنت فيه واني بيحصل لي وبتاع زي الدراما بالزبط. فبعنا ان هو وصل لمرحلة من الضياع الا ان ربنا انتشلوا منها هكذا قال عمر كمان. نلايك كده ونشير يا جماعة ونشترك في القناة لان كمان اللي قاله آآ تاني كلام صعب جدا جدا قال ان هي آآ الادوية اللي كان بياخدها دي ناس وصفتها له. وبدأ يتكلم عن ندا وقال ان وشها ما كانش هلو عليه. هنا بقى اه. هنا بقى خلاص انت بخدت للناس بتقول ان الكلام مش عن ندا. هو بقى لما سألته اميرها بشكل مباشر قال ان ايه? قال ان ندا الكامل في الفترة اللي هو عارفها فيها. خد بارك هو يقول ان هما كانوا مجاوزين برضو بس ما اعلنوش الجواز يعني هناك فرقة برضو ما بين الصحوبية والجواز. وانا شايف بقى ان انت حتى لو اخفقت في جوازة بس على حلال ربنا. وتطلع تقول بدل ما تخفي بدل الناس ما تتهم في علاقة ما لا تقدر الله. ويفضل يقول ان هي كانت علاقة محرمة. وانت تقول عصيت ربنا. عصيت ربنا ولا كنت متجوزها. سواء بقى عرفي ولا رسمي. فانتو بتسيبوا دايما الباب موارب لاخباركو والناس تنهش في طريقة اخلاقكو يا جماعة. ودي نقطة غريبة جدا جدا. يعني النقطة دي انا بتحفز بها جدا. زي ما كريم برضو فاهمي طالع يقول ان انا خلط امراطي. وان كلنا عشنا المساكنة. يا جماعة استقيموا ارحمكم الله. طب قال ايه تاني? قال ان انا والشهر ما كانش حلوة علي خالص. وان هي كانت بتميلني دايما للغلط. بص بقى الكلام اللي وديك ايه? ان انت تقتنع باللي بتقال في الصحف والمواقع. دايما بتخدني للغلط. ان انت لو متجوزة بقى بتعملوا معها مش غلط ايا كان. لو انت تقصد الغلط بقى امور تانية الله اعلم بها. طيب. قال كمان اه ان التجربة دي ضررته جدا. وان هي كان فيها السلبي والاجابي. وانا اللي اخدت قرار الانفصال. طيب يا جماعة قرار الانفصال ده ما بيجيش غالي اتنين مرتبطين رسميا. وانا بنفصل عن صاحبتي ولا بنفصل عن مراتي. فمع صاحبتك تقول فركشنا. يعني بعيدنا. اما مع مراتك بنت بقى انفصلت. فانا انا اتصور عدوق الكلام بتاع عمر كمان ان كان في الارتباط بس هما اللي اتنين ما وعمر كمان. وفي الغالب الموضوع ماشي في هذا السياق يعني. انا حبيتها لكن التجربة دي اه ضرتني جدا وشبه الموضوع ان انت لو عندك جاكت خبالك بقى يعني ده تشبيه عمر كمان. ولبسته اكتر اكيد هتهميني طبعا. وان هو مرتبط بها في الفترة ديت يعني من باب المعاشرة لها ان هي قربت منه جدا فحبها كما لو كان بيحب جاكت غالي عليه. طيب طبعا بعد اللقاء دوت كمان عاوز اقول لكم ان آآ الموضوع آآ قال من دمن الكلام رامز اتصل بيا وكان عاوزني اروح زي ما اتصل بكوزبارة وحمو بيك وان هو كان هجيب معايا شخصية انا ما كنتش حابب اقابلها. آآ فبالتالي انا رفضت الزهور مع رامز في اشارة تاني ان كان هجيب نادا الكامل وعمر كمال فبالتالي عمر كمال رفض الموضوع. والخلاصة من هذه الحكاية ايه هي? احنا مش طلعين نفند ولا نضيع وقت حضراتكم علشان نتكلم عن عمر كمال قال ايه ولا الكلام ده. لكن احنا دائما متفقين ان النجب سواء اعلامي او فنان او مطرب او لعيب كورة خلاص اتا حياتك مش بتاعتك لوحدك. فبالتالي لما تطلع تقول الكلام ده في النامج تلفزيوني وعملت تكلم تقول لها عاصية ربنا وعلاقة حرام وغطية وبياخد برشام هلواسة يا جماعة ما انتم بياخدوكوا سفروا الدنيا كلها وبتبقى رمز ونجب اللي ناس بيقتدوا بيك سواء الجيل الصغر اللي طالع او بيبقوا عاوزين يبقوا زيك. طب لما دي حياتك اوما للموضوع ما افهود نحترم امتى بعد? ونحترم امتى اسرار بعد? ايه الحكمة من النوعية دي من اللقاءات? ده اللي بيجنيني. انت طالع عشان تاخد تريند ما انت عام يمكسر الدنيا. يا جماعة شوفوا دايما النجاح شوفوا عمر دياب مسلا مع اختلاف المكرنة ولا او كورن اطلاقا. شفتوا في كم انترفيوه من اول ما طلع من تلاتين سنة لغاية دلوقت. واكتر كمان من تلاتين سنة والله. ما شاء الله عليه يعني نجم النجوم الهضبة يعني. الفنان عاد الامام شوفتوه في كم انترفيوه تلفزيون. كل النجوم يا جماعة اللي ناجحين قوي. هتلاقوا دايما محمد صداع في مجال الرياضة بتشوفوا في كم اللقاءات تلفزيون. ما تقلوا شوية من الموضوع ده وخليك نجم مركز في شغلك اكتر ما تطلع تنشر فضايحك واسرارك او كلامك. اللي ممكن بيخلي الناس تفقد شغافها انها اتبعك. فارسلتي لكل النجوم سواء بقى يا كريم فهمي او عمر كمال او من على نهجهم ونوين هيعملوا كده. اه اه وده بقى موسم رمضان اللي جاي خلي بالك مع باس ما يعني. صدقني الكلام ده مش بيطلعك تريند او بيفرق معاك على قد ما وبيانال منك. خصوصا ان انت ممكن تكون كده كده مش محتاجه. يعني سيب الكلام ده لانصف النجوم. انت راجل ما شاء الله فيديوهاتك واغانيك مكسرة الدنيا. راجل شهرتك بقت وصله بشكل كويس جدا. فاعتقد ان اخفق تماما عمر كمال في هذا اللقاء. ونال طبعا من نادا الكامل ونشره غسيل مش كويس. عشان احنا نطلع نقول هذا الكلام احنا او غيرنا. تاريت لو انت سمعت برضو الفيديو دوت نلايك ونشير وتقول لنا رأيكو برضو في التعليقات ايه رأيك في ما قالوا عمر كمال مع اميرة بدا.